أما الآن فإلى جولة في أهم مجاة في الصحف العالمية والإسرائيلية أبدأ هنا مع ما نشرته مجلة فورين أفيرز ومقال تحت عنوان أمريكا لديها مساحة أكبر مما تعتقد في التعامل مع إسرائيل هذه المجلة أكدت أن الضغوط الأمريكي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة من غير مرجحا تؤدي إلى تراجع الدعم العام الأمريكي لإسرائيل حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته المجلة أن الاعتقاد بأن ممارسة الضغوط الأمريكية على إسرائيل سوف تؤدي إلى نتائج عكسية قد تقلصت بشكل كبير المجلة ذكرت أنه على الرغم من مقاومة نتنياه للضغوط الأمريكية أظهر للإستطلاع أن دعم الإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الزاد مع معرفة أن واشنطن تضغط على إسرائيل ما يؤكد قدرة الأمريكيين على التأثير في السياسة الإسرائيلية الداخلية حيث يمكنهم من دفع إسرائيل نحو التسوية عبر ممارسات دبلوماسية أو اقتصادية وترى المجلة أنه يمكن لأمريكا أن تستخدم وسائل مثل تعليق شحنات الأسلحة وأقف ضمانات القروض للضغط على إسرائيل فباستخدام هذه الوسائل يمكن للولايات المتحدة توجيه إسرائيل نحو إنهاء الصراع ما يؤكد أن لديها نفوذا كبيرا على قرارات الحكومة الإسرائيلية مجلة جوروزيلم بوست نشرت مقالا تحت عنوان مواقف بن كفير المتصلبة قد تؤثر سلبا على مكانة إسرائيل في الساحة العالمية كتبت هذا المقال قالت إن تجاهل وزير الأمن القومية مار بن كفير الصارخ للقوانين والتشريعات بما في ذلك قرارات النائب العام والمحكمة العليا يعتبر تقويدا للسلطة القضائية التي تعد إحدى ركائز الدولة الديمقراطية هذا التجاهل يضعف صورة إسرائيل كدولة قانونية تحترم المؤسسات الدستورية ويؤثر سلبا على سمعتها عالميا وذكرت الكاتبة أن الإصلاحات القضائية الشاملة التي يسعى إليها الأيدلوجيين المتطرفون الذين يدخلون الحكومة الإسرائيلية قد تتيح لهم حرية تصرف كما يحلو لهم بمجرد الحد من سلطة المحاكم وأكدت الكاتبة أن قرارات قادة إسرائيل عندما تتخذ دون تنصيق تبعث برسالة من الفوضى وتضع إسرائيل في موقف حرج خلال هذه الفترة الصعبة لذا من الضروري المطالبة بوقف هذا التجاهل الواضح للديمقراطية الذي يهدد وحدة إسرائيل كدولة ذات سيادة في وقت يراقب فيه العالم تحركاتها لتقييم ما إذا كانت سوف تظل نموذجا يحتذا به نشرت صحيفة يدعوت أحرانوت مقالا تحت عنوان حان الوقت لإعادة التفكير في نقاش الحرم القدسي وصلت الكاتبة الضوء على أهمية الحق في حرية العبادة وصلاة اليهود في الحرم القدسي وعبر عن استيائه من ربط هذه المسألة بالتطرف اليهودي وشخصيات مثيرة للجدل مثل إطمار بن كفير حيث يعتقد أن هذه القضية لا يجب أن تكون حكرا على المتطرفين بل هي قضية حقوق إنسان تتعلق بحرية الدين ويجب أن يدعمها الجميع قال الكاتب إن إسرائيل تضمن حرية العبادة لمواطنيها مؤكدا أن هذا الحق هو قيمة أساسية في أي دولة ديمقراطية وتقييده لا يجب أن يتم إلا عند وجود تعارض واضح مع قيم أخرى أكثر عمية وشكك الكاتب في الإفتراضات التي تربط بين سمح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي واحتمال اندلاع حرب دينية موضحا أن الصراع الديني في المنطقة قد اشتعل بالفعل منذ فترة طويلة وأنه يجب مواجهة هذا الواقع بدلا من الاستمرار في التذرع بتلك الإفتراضات المتكررة ينضم إلينا الآن من النصر سيد محمد زيدان الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد محمد أهلا بك على شاشة الغد أبدأ معك مما نشرته مجلة فورين أفيز ومقال حامل عنوان أمريكا لديها مساحة أكبر مما تعتقد في التعامل مع إسرائيل طالما أمريكا لديها مساحة أكبر مما تعتقد لماذا لا تستخدم هذه الوسائل في الضغط على إسرائيل وقف الإبادة في قطاع غزة؟ هذا المقال يثير التساؤلات الكثيرة حول دور الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة فعليا في هذه الحرب على قطاع غزة هناك علاقة خاصة للولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل ترتبط بالدور الإقليمي الذي تكون به إسرائيل في إسرائيل هناك معلقين سياسيين تحدثوا وكأن إسرائيل هي الولاية 51 من ولايات الأمريكا وبالتالي هذه العلاقة التاريخية التي تكون فيها إسرائيل بدور جسدته مقولة بايدن عندما زار إسرائيل بداية الحرب وقال لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان يتوجب علينا القيام بذلك وتصريحات سابقة حول أن الاستثمار في إسرائيل هو الأكثر ربحا للولايات المتحدة الأمريكية المقال يوضح بأنه من ناحية موضوعية لدى الولايات المتحدة الأمريكية مساحة كبيرة للضغط على إسرائيل ويتحدث عن ضغطات عسكرية ولكن الموضوع من الملاحظ سيد محمد طبقا للأحداث الأخيرة على سبيل المثال ما يجري الآن في الضفة الغربية الموضوع يعني آخذ في التوسع صحيح يعني غياب هذا الدور يمثل عمليا إشارة لإسرائيل بأنه لا يوجد هناك راضع لا دبلوماسي ولا عسكري ولا اقتصادي أمامها وبالتالي هي تشعر بحرية الحركة وحرية توسيع وتأزيم الوضع وبالعكس حتى إسرائيل تستعمل التأزيم في المنطقة كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يعني هناك خطر وجود على إسرائيل إن لم تستمروا في دعمها على الرغم مما تكون به إسرائيل وما تمثل هذه الحكومة هناك ضغوطات يعني المقال يتحدث على أن هناك ضغوطات مرتبطة باللوبي الصيوني ولكن أيضا مؤسسات بحثية ومستشارين يقدمون الاستشارة للمؤسسة السياسية الأمريكية يعتقدون كما يعتقد سموتريتش بأن أي ضغط على إسرائيل يمكن أن يؤدي لنتائج عكسية بأن إسرائيل تتصلب والرأي العام في إسرائيل عظيم وبالتالي لم يكن هناك تحرك فعلي من أجل ومذكرك لهذه المواقف اليمينية المتطرفة نذهب إلى جوروز المبوسة التي نشرت مقالا تحت عنوان مواقف بن كفير المتصلبة قد تؤثر سلبا على مكانة إسرائيل في الساحة العالمية أريد أن أذكر حضرتك بآخر تصريحات بن كفير من داخل المسجد الأقصى والذي تحدث حول ضرورة بناء كنيس يهودي هناك هذه المواقف وهذه التصريحات ألا يجب أن يتم لجمها خاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية يعني للتشبيه فقط تخايل أن هناك شخص مؤمدان بالإرهاب هناك عشرات الملفات التي أدين بها من مخالفات السير وحتى العضوية في تنظيمات إرهابية ملاحق من قبل الشرطة والشباك يصبح هو المسؤول عن الشرطة ويضع السياسات لجهاز الأمن الداخلي وبالتالي بن كفير يشعر بأنه أمام فرصة ذهبية من أجل تطبيق برامجه وأفكاره السياسية والدينية الصهيونية الدينية تشعر بأن هذه حكومة مثالية من أجل تطبيق ذلك وبالتالي هو يحاول إطلاق هذه البالونات من أجل جس النبض لردود الفعل المحلية والعالمية هو يتحدث بنيمين نتنياهو يستنكر ولكن هناك تناسق وتناهم داخل هذه الحكومة ولا يتم لجم هذه التصريحات على العكس ومستمر منذ بداية الحرب بهذه الاقتحامات وهناك فقط بصباح اليوم سمعت أحد المسؤولين في الحرم الكدسي تحدثوا على أن إسرائيل تحاول فعليا تنفيذ التقسيم المكاني بعد أن نجحت في ترسيخ التقسيم الزماني بمعنى أن هناك ساعات محددة لزيارات المسلمين وهناك ساعات محددة لاقتحامات اليهود وبالتالي هناك مصار يشبه ما حصل في الحرم الإبراهيمي وأن هناك نجاحات لإسرائيل وذلك لغياب ردود الفعل الفعلية الكبيرة إن كان على مستوى الفلسطيني أو العالمي أو العالم الإسلامي وغير ذلك وبالتالي هو يذهب إلى مثل هذه التصريحات التي تمثل صلب برنامج السياسي وبرنامج الدين تفضل بالبقاء معنا سيد محمد لننتقل إلى مجلة بوليتكو التي نشرت تقريرا حمل عنوان لماذا تعتبر الطاقة نقطة ضعف إسرائيل هذه المجلة رأت أن الظلام الذي خيم على إسرائيل في وقت سابق من هذا العام ألقى الضوء على مدى ضعف نظام الطاقة لديها موضحة أن أحياء في تل أبيب وبئر السبع في الجنوب ظلت من دون كهرباء لساعات في حين توقفت القطيرات ووضعت الحكومة قوائم بالمعدات الأساسية اللازمة في حال انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة وأشرت المجلة إلا أن القطاع التيار الكهربائي سواء كان ناتجا عن جهود مجموعات القرصنة الدولية التي تدعي المسئولية عنه أو نتيجة لسلسلة من الأخطاء أبرز هشاشة هذا النظام التي ظلت تشغل رؤساء الأمن القومي في إسرائيل وتقلقهم على مدى عقود المجلة قالت أن أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى تجنب حرب على جبهتين ومواجهة حزب الله وحماس في آن واحد هو عدم قدرتها على تحمل إغلاق حقل تمار القريب من غزة وحقل آخر يقع بالقرب من الحدود الشمالية في نفسه الوقت وذلك نظرا إلى عدم التوافر بداء الأخرى للغاز عود مرة أخرى إلى الناصر وسيد محمد زيدان الخبير في أشؤون الإسرائيلية مرحبا مجددا بك سيد محمد تقول بأن الطاقة تعتبر نقطة ضعف إسرائيل ولكن إلى أي مدى؟ يعني الحقيقة في إسرائيل يتحدثون عن هذه النقطة كنقطة ضعف من زاوية أنه في إسرائيل الإمكانيات المتاحة محدودة جدا هناك محطتين للكهرباء تمد غالبية البلاد بالطاقة ولكن أيضا هناك يعني على الرغم من اكتشافات الغاز وجود هذه الحقول حقول الغاز في البحر المتوسط تحت مرمى وإمكانية إصابتها من قبل حزب الله تجعل مثل هذه الموارد محدودة وتحت تهديد دائم في إسرائيل أيضا يتعاملون مع قضية الطاقة من زاوية التخوف من أي مقاطعة إن كان من قبل الدول المصدرة للنفط ولذلك يبحثون عن بدائل تتمثل مثلا في الذهاب إلى أذربيجان واستيراد البترول من هناك ولكن أيضا هذا المورد تحت تهديد العلاقة مع تركيا لأنه يمر عبر الأراضي التركية وبالتالي أيضا قضية الحوثيين وإغلاق البحر الأحمر أمام السفن القادمة إلى ميناء عسقلان المحملة بالنفط ولذلك يتعاملون مع هذا الموضوع كموضوع تحت التهديد علما بأن موضوع الطاقة أيضا تحت تهديدات عرض لها مؤخرا في كل ما يتعلق بالتهديدات السيبرانية والقراصنة الذين سيطروا على هذه المحطات لساعات معينة وأيضا في كل ما يتعلق بعلاقة إسرائيل مع مصر مع الأردن والدول المحيطة أشكرك شكرا جزيلا لك سيد محمد زيدان الخبير في أشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الناصرة شكرا ترجمة نانسي قنقر